أهلا بكم مشاهدين الكرام دخلت إسبانيا بحسب مراقبين حالة من الجمود السياسي بعد أن فشل اليمين في تحقيق النصر الحاسم الذي يخول له تشكيل اتلاف حاكم فقد أظهرت النتائج النهائية المؤقتة فوز حزبي الشعب الإسباني من يمين الوسط بزعامة نونيز فيخو بأكبر كتلة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت أمس متقدما على الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز لكنه لم ينال غالبية تخول له تشكيل حكومة فقد استطاع سانشيز أن يجد أن يحد من مكاسب المعارضة اليمينية وأن يحتفظ خلافا لكل التوقعات بفرصة للبقاء في السلطة قد تتيحها له لعبة التحالفات نتائج فرز الأصوات أظهرت نيل الحزب الشعبي 33% من الأصوات بما مجموعه 136 مقعدا أي أكثر ب47 مقعدا من النتيجة التي حققها قبل أربع سنوات فيما حصد الاشتراكيون 31.7% من الأصوات و122 مقعدا وحل حزب فوكس اليميني المتطرف ثالثا ب12.40% من الأصوات و33 مقعدا نتائج وإن كانت إيجابية بالنسبة لليمين إلا أنها لا ترتقي إلى عتبة 150 مقعدا التي كان نونيس فيخو يطمح إلى حصدها للحصول على الغالبية المطلقة بالبرلمان إنه تحالف مع حليفه المحتمل الوحيد حزب فوكس اليميني المتطرف حيث لم تصل الكتلتان إلى عتبة 176 مقعدا المطلوبة لتحالف الأغلبية فيما يتعلق بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات تجاوزت بقليل 70% وهي نسبة فاقت تلك المسجلة في انتخابات 2019 على الرغم من موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد كما أن ما يقارب مليونين ونصف المليون صوتوا عبر البريد الإلكتروني استطلاعات للرأي أجريت قبل الإعلان عن النتائج كانت ترجح بأن يكون حزب الشعب قادرا على تشكيل الحكومة من خلال التحالف مع حزب فوكس اليمني المتطرف وهو السيناريو الذي كان في حال حصوله سيعيد اليمين المتطرف إلى السلطة في إسبانيا للمرة الأولى منذ نهاية عهد فرانكو قبل نحو نصف قرن فيما كان مراقبون يقولون أنه في حال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في إسبانيا فإن ذلك سيشكل ضربة قاسية لأحزاب اليسار الأوروبية في الانتخابات الأوروبية المقررة عام 2024 خصوصا بعد انتصاره في إيطاليا العام الماضي فيما صرح رئيس الوزراء المنتهية ولايته خلال مقابلة تلفزيونية قبل الإعلان عن نتائج أن تشكيل حكومة ائتلافية بين الحزب الشعبي وفوكس سيشكل انتكاسة ليس فقط لإسبانيا بل انتكاسة خاطرة للمشروع الأوروبي برمته إلى اللقاء